السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه تقريرا بعنوان ما وراء محادثات إيران وأمريكا في البحر الأحمر تواصل الولايات المتحدة وحلفائها لأسبوع الثاني على التوالي تسريب أخبار حول مفاوضات سرية مزعومة مع إيران بشأن البحر الأحمر رفما أبعاد الخضوة الأمريكية طبعا فعليا سبق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كما يألم الجميع على مدى الأشهر الماضية وأن قرعت بالغابة إيران بحثا عن تهديئة في البحر الأحمر اعتقادا منها بأن حركة عنظار الله في اليمن تتبع إيران وتتبع أوامر إيران هذا التحرك كان تارة بالتهديد وتارة أخرى بالدبلوماسية وكان ذلك واضحا للعيان يبث عبر تقارير رسمية لكن رغم الجهود الهادفة لرفع الحصار عن إسرائيل لم تكلل تلك الجهود بالنجاح في ظل رؤية إيران للعمليات اليمنية على أنها مشروعة في ظل حرب الإبادة والتدمير الممنهج بحق سكان غزة كان هذا الفجل دافعا لأمريكا وبريطانيا لزدشين مرحلة جديدة من العدوان على اليمن تثلى بالعملية التي بدأت بريطانيا وأمريكا في يناير الماضي ولا تزال مستمرة بوتيرة عالية وشملت قصص صاروخيا وغارات جوية على معظم المدن اليمنية في الشمال يعني كانت العملية بمثابة إغلاق للنافذة الدبلوماسية وقد تجرأت تلك الدول على اختراق سيادة الدولة ولم يتبكى سوى المواجهة بين تلك الدول وبين اليمن اليوم تريد أمريكا الكرة إلى ملعب الدبلوماسية مجددا بعد فشلها وقد استنفذت خياراتها العسكرية ولها أهداف جديدة ليس فقط قفض التصعيد في البحر الأحمر بل تلافي مزيدا من التصعيد خصوصا وأن الحراكة الدبلوماسية جاء في عقاب إعلان قائد حركة أنصال الله السيد عبد الملك الحوثي بتوسيع العمليات إلى المحيد الهندي ورأس الرجاء الصالح وهو إعلان ليس للاستهلاك الإعلامي وقد جاء في عقاب سلسلة عمليات أكدتها البحرية البريطانية ناهيك عن تقارير أو عن التقارير التي تضحطت عن دخول صواريخ فرد صودية إلى الخدمة في اليمن وبالتالي فكل ما يتم الترويج له عن وجود محادثات سرية بين أمريكا وإيران بخصوص عمليات الحر الأحمر لا أساس له من الصحة قد تكون أمريكا أجرت اتصالات مع مسؤولين إيرانيين في إدار محاولة استثمار علاقات الجيدة بين اليمن وإيران لكن تلك أو نتائج تلك الاتصالات درزت مع خروج الحوثي بقرار توسيع الحصار على الاحتلال إلى آخر ممرات الملاعية وهي قدوة تشير إلى أنه ما من خيار آخر لوقف هذا التصعيد سوى الامتثال للحق والعدل وذلك بوقف مجازر الإبادة بحق سكان غزة وإنهاء حرب التجوير المستمرة منذ ستة أشهر ودون الامتثال لهذا الشرط لا يحلموا لا يحلموا ولا يمنوا أنفسهم وينسوا مسألة سكوت اليمن وتغيير موقفه لأن موقفه ثابت ولن يتغير إلا بتحقيق ذلك الشرط أشكركم على حسن تابع والإصغاء ولا تنزوا والتعليق والعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والفعيل جرس التنبيهات وتجقلوا خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته